على وقع التحذيرات العالمية من غزوين محتمل روسي لأوكرانيا يبدو أن الأجواء الملتهبة لن تنحصر فقط في كيف بل ستشمل الكريملين في موسكو سلاح العقوبات على الأغلب أول ما سيواجهه الحلفاء الغربيون ضد روسيا التي تحشد جنودها على الحدود مع أوكرانيا شبكة بلومبيرغ الأمريكية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن الإدارة الأمريكية حثت الاتحاد الأوروبي على التحضير لإجراءات تستهدف المصارف وشركات الطاقة الروسية إذا مشتاحت روسيا جارتها أوكرانيا وبحسب المصادر نفسها ترى واشنطن أن تجهيز هذه الخطة يطفي مصداقية على الجهود المبدولة لردع روسيا على الجانب الأوروبي تتأخر المواقف عن واشنطن كالعادة في تغريبا للدبلوماسية ووفقا لبلوبيرغ تخشى الدول الأوروبية التسرع بالتخطيط لعقوبات جديدة ضد روسيا في المقابل تطالب روسيا الولايات المتحدة بضمانات ملزمة قانونا بعدم تمدد الناتو باتجاه حدودها على وقع طلب أوكرانيا الانضمام للناتو ويقول الكريملين أن موسكو مستعدة لإفادة مفاوض حكوميا على الفور لبدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية المطلوبة لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا في الداخل الأوكراني وعلى العكس من المشهد الدولي المضطرف فالحياة هناك تسير وكأن شيئا لا يحدث قرب الحدود حيث يقول المواطنون أنهم اعتادوا تماما المشهد المتوتر وأن تجربة عام 2014 لن تتكرر في وقت تشير تقارير سياسية وصقوفية إلى أن روسيا تدرك تماما أنها ستدفع ثمنا فادحا إذا شنت أي عدوان عسكري على أوكرانيا